الظرف الراهن قد يضمن أريحية أكبر بالنسبة لعمل مجلس النواب المقبل والأعضاء في طبيعة هذه الأريحية كيف ستنعكس؟ أولاً طبعاً إحنا عندنا في الغرفة الثانية اكتملت مجلس الشيوخ وده طبعاً بتخفف العيب عن مجلس النواب بالنسبة للدراسة القوانين اللي كانت بتاخد فترة جبيرة جداً داخل اللجان فالجزء التشريع هيكون هو الأهم بالنسبة لمجلس النواب أيضاً الموضوعات اللي كانت يمكن بينتظرها الكثير من الشعب المصري سواء المتعلقة بالشباب أو زوج الإحتاجات الخاصة أو المرأة هتكون على رأس الأولويات أعتقد في هذا المجلس المجهود لما بيقول أن الغرفة الثانية بتشيل جزء جبنين من المجهود آه بتشيل لأنها فيها من المختصين والمفاكرين والعلماء اللي بيسهلوا دراسة هذه القوانين اللي كانت بتاخد فترة جبيرة جداً في مناقشتها سواء داخل المجلس الدولة أو في اللجان في مجلس النواب فالاستقرار الموجود حالياً في مصر والتنوع الموجود بالنسبة لمجلس النواب سواء في الأحزاب السياسية أو الطائرات السياسية هتخلي فيه تنوع هتخلي فيه موضوعات تلمس وتهم الشرع المصري لأن كل أعيقاً أن الشرع المصري بحنكات السياسية وتفكيري هو استطاع أن يأتي بهذه المجموعة المتنوع من سواء المستقلين أو المعارضين أو الأحزاب السياسية الموجودة الحاجة التانية أنه ما فيش هيمنة للحزب الواحد يعني برضو في تاريخ البرلمان المصري إذا قلنا قبل 2010 كان فيه حزب مهيمن في 76% من المقاعد للحزب الوطن الديمقراطي بعد 2012 ونظر للصورة كان فيه أكثر من 20 حزب ممثل لكن في النهاية أن الطيار الإسلامي هو اللي كان المتحكم أو المهيمن على مجردات الأمور أو الحان يابية داخل مجلس النواف 2012 الوضع اختلف 2015 إلى أن الاتلاف أيضا كان مهيمن بشكل معان 6% ننتقل إلى 2020 هتلاقي أن الحزب الأكبر في مصر والأكثر انتشارا في مصر هو حزب مستقبل الوطن فقط يمثل بـ 52.8 من عشرة من عدد أعضاء مجلس النواف وده نسبة بنقول نهيئة فيه أكثرية عددية لكن ما فيش أغلبية يعني القرارات المصيرية والقوانين المكملة الدستور لن يستطيع حزب مستقبل الوطن لوحده أن يتحكم فيها بالإضافة إلى فلسفة الحزب يعني أنا أنتمي إلى حزب مستقبل الوطن الفلسفة موجودة التنوع وقبول الآخرين قبول الأحزاب الأخرى بل واحتواء الأحزاب الأصغر عشان كده تلاقي حضرتك أن حزب مستقبل الوطن لم يسعى أن يكون له الهيمنة كاملة على الانتخابات يعني ما كانش فيه مرشحين مثلا في الفردي في كل دوائر المصر كان فيه تنصيق مع مجموعة من الأحزاب هو ده اللي عمل التنوع أن يكون هناك 26 حزب فيه أكسرية عددية لكن ما فيهش أغلبية أن التلتين أنت عرف حاكم فيه بعض القوانين المكملة الدستور تحتاج لسلسة الموافقة المجلس لا عندنا سلسة المجلس متواجدين في هيئة 26 حزب لكن السلسة الآخر فيه معارضة وفيه مستقلين دولة هيعملوا توازن مع الأحزاب الأكسرية في مجلس النواب الحالي في البرلمان الماضي حضرتك كنت في لجنة الشباب والرياضة في المجلس وكان من بين المهام الموكلة الأمر المرتبط بإقرار قانون الرياضة ووضع تشريع جديد للرياضة المصرية وتم إدخال بعض التعديلات عليه كان بعد إصدار القانون بسنتين هل الأمر يحتاج إلى إعادة نظر خلال المجلس النواب المجلس؟ يعني يمكن في لجنة الشباب والرياضة احنا تناولنا قانونين من أهم القوانين اللي يمكن لم يمساهم تغيير من أكتر من أربعين سنة منهم قانون الهيئات الشبابية وأيضا قانون الرياضة قانون الرياضة ايضا تم أو الهيئات الشبابية تم تعديل فيه بعد إقراره بسنتين وetahنا كلنا متوقعين يعني يمكن لما تناقشنا في 2017 في القانون الرياضة أو الهيئات الشبابية قلنا أنه بالممارسة قد تحدث أو تظهر أخطاء أو عيوب أو ثغرات يجب أن يتم تعديلها وده بالفعل يمكن 2019 تم تعديل في الهيات الشابية في بعض الموضوعات المهمة سواء في تشكيل مجالس الإدرات أو الاختصاص وأيضا في قانون رياضة يمكن الدور الأهم في قانون رياضة اللي تم إقراره وتم تعديله هو إضافة بابين مهمين جدا منهم باب للإستثمار في المجال الرياضي اللي قتاح لمعظم الأندية أو جوال الشركات للإستثمار الرياضي ويمكن ده اللي خف في العبق عن الدولة تعرف حاكي أن الدولة كانت ملزمة أنها تدعم الأندية ومراكز الشباب أو المنشآت الرياضية بمبالغ ضخمة جدا ويمكن قلنا في يوم الأيام لن تستطيع الدولة أن تقوم بهذه التلزامات ما لم يكن هناك مورد آخر والمورد الآخر يمكن أتحنى للشركات الرياضية وأتحنى للأندية الرياضية أنها تستطيع أن تنشئ شركة تحت مسمى لنادي أو تابعة لنادي الرياضي فده يمكن خف في العبق كتير جدا شوفنا سمرا كتير جدا في الرياضة لفترة الفاتت في بعض العقبات اللي ممكن يعني ينالها التعديل في الفترة اللي جاية أيضا الخانون أو الباب الخاص بمركز التحكم الرياضي ده كان مهم جدا برضو كان كل المشكلات الرياضية بيلجأ أصحابها إلى المحاكم العادية وده كان بمثل عبق على المحاكم العادية وأيضا طول في فترة النزاع الرياضي فتم إنشاء وفي أحيان كثيرة بعد عن التخصص يعني طبيعة الدعوة نفسها قد تكون بطبيعة فنية معينة قد لا تكون من بين اختصاصات المحاكم بالضبط فقلنا أن ده مركز التحكم ده هيخفف العبق على المحاكم وأيضا على الأندية ويعني يمكن برضو في بعض المشكلات اللي ظهرت في يعني سواء في تشكيل المركز التحكم أو أثناء يعني إجراء النزاع ده أو متابعة النزاع أو النظر في النزاع فيمكن أيضا قد ينالوا تعديل في الفترة الخادمة لكن في كل أحوال يعني نقلنا الرياضة المصرية والهيئات الشبابية من 40 سنة ركود في ظل قانون سابق إلى التفاعل مع العالم الجديد يمكن بأولويات معاناة لسؤال استثمار بمحكمة رياضية أو مركز تحكم رياضي يعني أعتقد أنه كان إنجاز كويس جدا للمجلس الحالي ولجل شهوب الرياضة